تعال كده علي سيد الفضل أنا عاوز أقول لك كلمتين هل تعلم عزيز المشاهد أن من أكثر المقاييس المستخدمة في امتحانات دولية دلوقتي على مستوى العالم زي التوفل والايلز وغيرها كتير من الامتحانات الدولية حاجة اسمها أو مقياس اسمه الليكسيكل رينج يعني المدى اللفظي يعني هما في الامتحان بيقيسوا كمية معرفتك لكلمات يعني بيشوفوا هل انت بتقدر تعبر عن نفس الفكرة بأكتر من كلمة وبأكثر من تعبير وهو ده فكرة سلسلة البدايل السلسلة الجميلة جدا اللي انتو بتحبوها اللي احنا بنحاول منها ان احنا نعلمك كذا كلمة أو أكثر من كلمة لنفس الفكرة أو نفس التعبير ومعنا النهاردة تعبير I agree أو أنا موافق في اللغة الإنجليزية وازاي نقوله بأكثر من طريقة مختلفة غير I agree عشان في يوم الأيام لما تخش المتحانات الدولية وتجيب سكور عالي تفتكرنا Let's get started مع بدايل I agree أول بديل معانا اللي I agree لما تحب تقول أنا موافق ممكن تقول I couldn't agree anymore يعني أنا مش معناها أنا مش موافق معناها أنا موافق جدا يعني أنا عمري موافقت زي ما أنا حوافق دلوقتي I couldn't agree anymore تاني alternative أو تاني بديل معانا هو I can't go with that وترجمتها الحرفية يعني أنا أقدر أروح مع ده أو أنا أقدر أختار الاختيار ده I can't go with that معناها أنا موافق يعني مثلا بقولك let's go to the movies يلا نروح السينما هتقولي I can't go with that means I agree للا I can't go with that تاني بديل معانا وهو formal شوية اللي هو we are of one mind يعني إحنا دماغنا واحدة أو متفقين أو أنا موافق we are of one mind يعني أنا مثلا بقولك شايفين عربية في الشارع مثلا فأقولك العربية دي I think this car is expensive بتاعي العربية دي غالية فأنا مش عاوز أقولك I agree ممكن أقولك we are of one mind أو أنا مثلا أقولك أنا عاوز أشتري العربية دي I wanna buy this car فأنت كمان عاوز تشتريها فتقول we are of one mind يعني أنا موافق إنك تشتريها و أنا كمان عاوزها وهكذا عندنا كمان بديل عام شوية بس بيتقال كتير جدا وهو I'm down for it I'm down for it يعني أنا عارفين شفتوا فيلم بتاع غابي من فري لما كان دائما بقول لنا معاك يا معلم حاجة زي كده I'm down for it يعني أنا جاي معاك في أي حاجة I agree يلا ناكل I'm down for it يلا نروح نلعب كورة I'm down for it يلا ننام I'm down for it أنا معاك يا معلم في كمان بديل I'm with you in that يعني أنا مش بس موافقك دي أنا بدعمك كمان I'm with you in that يعني مثلا خانوا في ناس تخنقوا معانا وعوزين نرد عليهم فأنا أقولك we have to head back and hit hard يعني لازم نرد عليهم ونرد جامد كمان ييجي واحد صاحب يقول لي إيه I'm with you in that أنا موافق موافق جدا أنا في ظهرك I'm with you on that يعني ترجماتها كده أنا معاك في ده معاك في اللي إنت عاوزه أنا معاك في ده عندنا كمان بديل جميل جدا وهو my thoughts exactly يعني نفسي أفكوري نفسي تفكيري خانوا لك مثلا أنا والصحبي قاعدين بتتكلم على خلفة الولاد وخلفة البنات وكده فأنا بقول له daughters are better than boys are better than sons our girls are better than boys يعني البنات أحسن من الولاد فهو يقول لي my thoughts exactly ده نفسي تفكيري I agree أنا موافق أنا بحب البنات جدا لو حبيت الفيديو و سلسلة البدائل وحاسيت أنك بتطور واللباقة بتاعتك بتبقى أفضل share and like ودعمونا عشان خاطري please thank you and wish you all the best